سحابوا افياي الاعزاء كيف اشارككم ارىكم بخير نشاء الله ايجا 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 يشاهدوا ايجا 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 يدعموني ايجا يدخلون الجدد الثاني نقول لكم مرحبا اليوم في هذا الرمضان ستركوا طبق كرة البطاطا بالجبن مع قطع منها الدجاج سهلة بسيطة جدا في هذا الشهر الكريم يعني خفيف اشتركوا في القناة وبرتاجيوا هاد الفيديو من فضلكم لكي يسيدكم كل جديد هكذا باش تدعموني ونقدر ندير يعني نكمل للامام ان شاء الله بكم انتوما وبيا انتواصلوا يد في اليد ان شاء الله واروحوا تشوفوا هنا انقطع لكم قطعة يعني جميل يعني واحد لذة من قلكم شليذة لذة جدا صدقوني يعني فقط تجربوا هذه يعني الوصفة راح تعجب لكم باذن الله اذا اروحوا تشوفوا طريقة التحذير مباشرة حلوية اطبق ليمن معكم مما ايضا هنا ايضا سيروطة اشحاء بعض الوقت غسلتهم ونقطعهم ونغليهم في الماء على النار ونملحهم وننتج الملح نخلي بطاطا يغليلي في الماء ونسج هنا ايضا نخود ملعقة من الزبدة قطعة مربعات صغيرة جدا نقلي في الزبن هذه الزبنة بقوسة يعني صحية نقلي قطعة الدجاج نقلي قطعة الدجاج نقلي قطعة الدجاج نقلي في الزبنة نضيف نضيف الزبنة نضيف الزبنة نضيف الزبنة ونضيف الزبنة نضيف الزبنة نضيف الزبنة قطعة الدجاج لكي إضافة الدوابنة قطعة الدوابنة مع الفلفل الأسود نضيف ملح لكي أساعد كافته نحرك الملح على نار متوسطة هذا الطبق قرائع جدا 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 جربوه ودل الخبر باذن الله تعالى اذا هنا نجيب البطاطا بعد ما اتغلت لي خمية اذا نحركها بفلافرشات هرسوها كامل هكذا تخبيح تشيلي كما هذا الخليط هنا في المقلة نجيب ملعقة من الزبن نجيب ملعقة من الزبن نضيف الزبن نضيف الزبن نضيف الزبن نضيف ملعقة من الزبن ندرى كله ننطف الملعقة من الزبن نضيف الزبن نضيف خلط لنده نضيف كأس من الحليب نضيف كأس مباشرة نضيف كأس مرحلة نضيف ملحة للأطباق نضيف ملحة للأطباق نضيف ملحة للطبخ ونحركها بالفوه خبيه تعني باش ندخلو كامل هذيك اللي كلمة القشدة تعنا لك خام نجاع تعنا ندخلوها في الخليط تعنا خبيه باش ينزمي جمعها راني فقط نوضح نسقم في الإضاءة مع لباليش الإضاءة هنا يعني الحاجة تكون مليحة والإضاءة يعني تفسدها إذن نجيب طبق تعي ليدخل الفرن لبلا تعي ليدخل الفرن وش ندير الحاجة الأولى ننديرها ونجيب شوفوا كيف هجتلي لك خبي شمل تعيجت تهيلة مع الكريمة اللي يجيب على لك خام اللي يجيب لدرناها لك خام فخاش لدرناها إذن أنا ندير الطبقة الأولى هكذا نديرها أنا يعني شبخيفة نديرها هكذا كما تحبيت قدري تديري البولي تعيق قبل ومع تديري الطبقة تعالى بشامل أنا يعني قررت هكذا باش ندير طبقة تعالى بشامل تعي في الأول ومع تنجيب شرائح دجاج تعي هكذا قطع الدجاج تعي بعد ما طيبوا تخي تخي بيا توبلنا هم بيا والا ونديرو كامل هكذا نفرلت شقطة الدجاج تعي في بلاتون يدخل الفرن إذن بعد ما كملت لهكذا يعني فرشته كامل وش نجيب نجيب البطاطة تعي بطاطة اللي المهروسة اللي يدرناها كامل إذن نراني نبدأ نشكل كورات تعي بتاع البطاطة اللي هنا بيا شوق تحبيها صغيرة تحبيها كبيرة كما تحبي على حسب أفرد الحائلة اللي عندي ونعود نرجع لكم بإذن الله اللي هنا بعد ما كملت شكلة الكوراية تتاعي اللي هنا بيا سوغ الفرطاعك تكوني إخلاص شعلتي هالفرونسة كدك 180 درجة بينسوغ أنا درتها تطيبلي من تحت ومن فوق تهني باش تحمرلي اللي هنا نجيب لك خام بشمل تاعي إذن نديرها كامل على الوجه تعال الكورات تعال البطاطة قبل يعني نغطيها كامل على الوجه تعال الكورات تعال بطاطة ومبعد نغطيها في الوسط كامل لكذا باش يجي يعني شابة يعني طبقي يعني رائع يجي يعني شباب يجي يعني شباب بيانسور والا لهن كيف يشي يعني يعني جا 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 شباب هايل اللقاء وش ندير نجيب لفخومجها بتاعي والا لهن quería وشباب على الوجه Herz انتعم والا لهن والا لهن كامل كامل طبق تاعي بالخوماج ونرجع لكم بعد ما كملت كامل الطبق تاعي نشعل على الفرن إذا تطبلي من تحت يعني تخلي الإحمارة شوية من تحت كذلك ببل بيانضوغي نشعل من الفوق باش يعني هذا الفرن طبلي من الفوق وامطون فرن جيد بللي نعود نرجع لكم هذا هو الطبق إذا نقول لكم شاية طيبة أبوني وحلوياته شكرا إلى فرصة أخرى إن شاء الله صحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحركم إلى اللقاء